أدانت لجنتين حقوق الإنسان والمرأة والطفل بمجلس النواب ما يقوم به النظام القطري من إقصاء متعمد للكفاءات النسائية القطرية من المشاركة في الانتخابات وهو ما يعد مخلفة صارخة وتمس بمبدأ الحق بمباشرة الحقوق السياسية للمواطنين والتمييز السافر بين أبناء الوطن وعبرت اللجنتان عن قلقهما البالغ إذا ما يجري في دولة قطر ضمن أول انتخابات برلمانية وذلك بحرمان إحدى السيدات القطريات بعد أن تقدمت بأوراق ترشحها عن الدائرة السادس عشر وهي الدكتورة أمباركا المري التي تم إقصاؤها من قائمة سجل المترشحين دون أن يتاح لها معرفة الأسباب أو منحها حق الطعن على القرار وهو ما يتنافى ويتعرض مع مبدأ المساوى في مباشرة الحقوق السياسية وحقوق المواطنة الكاملة وأكدت اللجنتان على ضرورة أن يتاح للمواطنين والمواطنات في دولة قطر عدالة مباشرة الحقوق السياسية من خلال انتخابات حرة ونزيهة وأن تكون آليات الطعن أمام القضاء على مثل هذا القرار متاحة ومكفولة على أرض الواقع دون تمييز أو إخلال بمبدأ المساوى أمام القانون ترجمة نانسي قنقر